إذن معنا عبر الإقمار الصناعية من أربيل عبدالغني علي يحيى الكاتب والمحلل السياسي أهلا وسلم بك سيدي الكريم بداية كيف استعامل أربيل مع المبادرات المقدمة لحل الأزمة كمبادرة علاوي والنجيفي وإيضا ما هو مضمون تلك المبادرات تفضل كما تعلمين أن أربيل لا تصدبا والحوار والتفاوض وكذلك المبادرات فلقد استقبلت أربيل المبادرات كافة بما في المبادرات البديل الذي طراحته الأمم المتحدة ووافقت عليه الدول العظمى أمريكا وفرنسا وكذلك دولة ألمانيا لذلك فإنه من حيث المبدأ مبادرة الدكتور إياد علاوي وكذلك أسام النجيفي مبادرة من حيث المبدأ مقبولة ولا شك أن البارزاني صرح بأنه يجب إلغاء العقوبات قبل كل شيء على كردستان واليوم وصل أربيل كما تعلمين السيد سليم الجبوري الرئيس البرلمان العراقي بدون شك أن سليم الجبوري كرئيس برلمان والشخصين الآخرين علاوي وكذلك النجيفي الذين يمثلان السلطة التنفيذية بدرجة رئيسة الآن الجماهير في أربيل وكذلك وربما في بغداد أيضا بانتظار النتائج التي تتمخذ عن لقاء السيد سليم الجبوري برئيس مسعود البارزاني وبدون شك في رأيي أنه من الصعب جدا أن يتوصلوا إلى اتفاق سيما إذا علمنا أن هناك مطالب تعجيزية من قبل بغداد التي تطالب بإلغاء نتائج الاستفتاء وهذا مطلب تعجيزي إن لم أقول مستحيل تلبيته فإلغاء الاستفتاء يعني إلغاء صوت الشعب الكردي أو إرادة الشعب الكردي وأرى أنه من الواجب أو من الأصحة أن ينطلق الطرفان من نتائج الاستفتاء كان يناقشان مستقبل كردستان ومستقبل كردستان مع العراق والذي ألاحظه للأسف الشديد أن الجميع يطالب الشعب الكردي والقيادة الكردية بالتنازل عن الاستفتاء في حين لم أسمع طرفا يأتي لي تفاوض لينصح بغداد بأن تتراجع عن مطالبها سيد يحيى المتحدث باسم الحكومة العراقية الدكتور سعد الحديثي المتحدث باسم الحكومة قال قبل قليل بأن الحكومة غير ملزمة بجميع القرارات التي استتمخض عن هذه الاجتماعات ما بين أنه جيفي وكذلك علاوي يعني هذا رد قانوني أو من الممكن أن تتخذ أربيل بعض الإجراءات اتجاه هذا الكلام لا تنسين أن تصريح الحديث بحد ذاته نقطة سلبية تسجل على الحكومة العراقية لأن الذين دخلوا أو زاروا أربيل للتفاوض السيد النجافي نائب رئيس الجمهورية وعلاوي نائب رئيس الجمهورية وكلاهما يقودان كتلتين برلمانيتين كبيرتين واليوم يظهر السيد النجافي أعفا الجمهوري أربيل ويلتقي بالبارزاني فإذا لم تحترم الحكومة العراقية آراء هؤلاء والنتائج التي تنبخض عن اجتماعاتي مع رئيس الأقليم ففي رأيي أن الحكومة العراقية لن تحترم أي مبادرة في المستقبل وحتى المبادرة الفرنسية التي ذكر اليوم بالقيادة الكردية توافق عليها وأنا أرى أن الحكومة العراقية رافضة لكل المبادرات سواء التي الآن أو التي ستأتي في المستقبل أو التي سبقتها فلا تنسي أن السيد نولي المالكي رفض البديل الأممي الذي طرحته الأمم المتحدة بموافقة ثلاث دول كبرى أمريكية وكذلك أوروبية كما أنه رفض أيضا المبادرة التي طرحها السيد الدكتور فهد معصوم رئيس الجمهورية علم أن الرئيس فهد معصوم هو رئيس الجمهورية أي هو الرئيس المالكي والمالكي نائبه فإذا كان حكام بغداد إلى هذه الدرجة من إذن بهذا الموقف الرسمي بغداد لا تزال مصر على رفض نتائج الاستفتاء وقبل البدء بأي حوار في حين ترفض أربيل ذلك يعني لماذا لا يصل الطرفان إلى حال ثالث حال يكون ما بين خياري أربيل وكذلك بغداد من الصعب جدا أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق لأن الطرفان صعدوا بمطالبهما إلى نقطة لا رجع عن التصادم في رأي هذا فالكرد مصرون على قبول نتائج الاستفتاء ونتائج الاستفتاء كما تعلمين تعني استقلال كردستان والحكومة العراقية ترفض مناقشة نتائج الاستفتاء وتطالب بإلغاء الاستفتاء برمته لذلك من الصعب على هاتين الطرفين الذين وصلوا إلى نقطة لا رجع عن عن لا تفاهم مثلا أو عن تصادم من الصعب جدا أن يتفقا فيما بينهما ولا ننسى أن المبادرات الزيارات التي تأتي من بغداد سواء من نواب رئيس الجمهورية أو السيد رئيس البرلمان أو شخصيات أخرى عراقية جميعها ستفشل لأنها تفتقد الشروط الوسيط لدليل أن هذه الأطراف في معظمها مصرة على رفض الاستفتاء لذلك والكرد مصرون على الأخذ بالاستفتاء أرى أن الجهات الدولية لو تتدخل أو الجهات محايدة أفضل بكثير من الجهات العراقية في موضوعات الاستفتاء نعم إذن من أربيل عبدالغني علي يحيى الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك